أخطأ جورج قرداحي مرتين الأولى عندما استدرج في مقابلته الشهيرة ليقول ما يتجنب دائما قوله صحيح أن موقفه جاء قبل توليه وزارة الإعلام أي قبل أن يصبح مسؤولا رسميا لكن في زمن مواقع التواصل الاجتماعي ما من كلمة تختفي وما من موقف يندثر والأنكى أن بث الحلقة جاء بعد تعيين قرداحي وزيرا فقامت القيامة ولم تقعد حتى الاستقالة والخطأ الثاني الذي ارتكبه قرداحي أنه لم يعرف أي استقيل في الوقت المناسب فالحجج التي قدمها اليوم عن تقديمه مصلحة لبنان واللبنانيين على مصلحته الشخصية كانت تصح في الأيام الأولى لبث مقابلته لكنها أضحت ساقط اليوم فلماذا كابر طوال هذا الوقت ولماذا لم يستقل ولماذا لم يقدم هذه الاستقالة إلى الشعب اللبناني منذ اللحظة الأولى بدلا من أن يماطله ويسوث شهرا كاملا على أي حال ما حصل يؤكد المؤكد مرة جديدة حزب الله هو الآمر الناهي عند حلفائه فالحزب كان يعلن دائما أن استقالة قرداحي خط أحمر واستقالته تعني استقالة وزرائه وربما وزراء ثناء الشيعي جميعا فلماذا سكت هذا السكوت المريب على استقالة وزير الأعلام؟ أكثر من ذلك ثم تم يتحدث عن صفقة متكاملة قامت بين حزب الله وعدد من الأفريقاء من أولى نتائجها التضحية بجورج قرداحي لذلك نقول لوزير الأعلام المستقيل ما فعلته اليوم لم يكن نتيجة اقتناعك بتحقيق مصلحة اللبنانيين بل لأن الحزب باع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ورقة يريدها قبل أن يصل إلى السعودية وإلى حزب الله كلمة كل كلامك عن الوفاء والالتزام ومساندة الحلفاء حتى النهاية لا ترجم فعليا له على أرض الواقع فأنت تبيع وتشتري وتضحي بالحلفاء قبل الخصوم عند اللزوم فكف كلاما عن التزام مفقود وعن وفاء غير موجود